أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إلغاء العقوبة الصادرة في حق الناخب الوطني وليد بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبعد إلغاء العقوبة المفروضة على الناخب الوطني وفق قناة الرياضية سيكون هذا الأخير حاضراً في دكة بودلاء المنتخب الوطني المغربي يوم الثلاثاء القادم لقيادة أسود الأطلس في مباراته أمام جنوب إفريقيا لحساب ثمن نهائي نهائيات كأس الأمم الإفريقية كود ديفوار 2023 وكان الكاف قد قام بتوقيف مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد أربع مباريات منها ثمان موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية بقيمة خمسة ألف دولار كما تم فرض غرامة مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي للعبة قدرها عشرين ألف دولار وفرضت غرامة مالية أيضاً على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيمة عشر ألاف دولار بسبب استعمال الجماهير المغربية للشهب الاصطناعية ضد الكونغو خمسة ألف دولار منها موقوفة التنفيذ وشهدت مبارات المنتخب الوطني المغربي والكونغو الديمقراطية أحداثاً لرياضية بعد نهايتها نتيجة حوار جمع بين عميد الكونغو الديمقراطية شانسيل مبينبا والناخب الوطني وليد تحول إلى مناوشات بعد ذلك ما جعل الأوضاع تتدهور كثيراً هناك بين لاعبي وأطقم المنتخبين ترجمة نانسي قنقر